السلام عليكم الليند. ومعانا برضو كاليبر متر عند ازاحة الجسم او عند ازاحة البندول بسيط شفت بمقدار اكس عن وضع التزام يعطي سمبل هرمونيك موشن او حركة توفقية بسيطة. او عند اقصى ازاحة الجسم نلاحظ انه ان هناك زاوية سيتا. هذه الزاوية تجعل القوة قوة الوزن تعطي مركبتين. تتعادل او تتساوى مع مقدار الشد في الخير. حيث ت تساوي مينس مجي كوزين سيتا. تتعادل او تتساوى مع حيث تساوي مينس مجي سين سيتا. عندما تكون الزاوية صغيرة يمكننا ان نستخدم التقريب ان الزاوية صغيرة فان سين سيتا تساوي التان سيتا اللي تساوي الابزيت على الاجزينت. وبالتالي الريستورنج فورس تساوي مينس ام جي سيتا وتساوي مينس ام جي اكس على ال. حيث ال اكس اللي هو المقابل والال اللي هو طول الخيط اللي هو الاجزينت او المجابل. وبالتالي الاف ريستورنج او القوة المرجعة هتساوي سالب ام جي على ال في ال اكس. ولكن من قانون نيوتن الثاني نيوتن السكند لو ان القوة هي عبارة عن حاصل ضرب الماس في الاكسليريشن. وبالتالي بمساوات المعادلة تلاتة مع المعادلة تنين نلاحظ ان الاف اللي هتساوي الام في ال اي هتساوي الام سالب ام جي على ال في ال اكس. اي ان ام مع ام وبالتالي نحصل على الاكسليريشن يساوي سالب ام جي على ال في ال اكس. هذه المعادلة هذه المعادلة هي عبارة عن معادلة هي عبارة عن معادلة الاكسليريشن للجسم الذي يتحرك حركة توفقية بسيطة له معادلة حركة له معادلة حركة اكس تساوي سوري معادلة موضع اكس تساوي ار كوزين ام جي اي ان الجسم الذي يتحرك حركة توفقية بسيطة والذي يمكن ان نصب هذه الحركة على انها حركة جسم على محيط دائرة جسم حركة جسم على محيط دائرة لهم معادلة موضع اكس تعطى بالعلاقة ار كوزين اوميجا تي حيث الار اللي هي الامبلوتيود بتاعة الحركة او السعة والاميجا هي السرعة الزاوية او التردد الزاوي اللي هي الانجولار فليسيتي او الانجولار فريكوانسي والتي تايم. المشتقة الثانية لهذه المعادلة تعطي التسارع حيث الاي ستساوي مينس ار اوميجا سكوير او كوزين اوميجا تي نلاحظ ان ار كوزين اوميجا تي هي نفسها اكس يبقى اذا الاي تساوي سالب اوميجا تربيع في الاكس ولكن الاوميجا لها الانجولار فريكوانسي تساوي اتنين باي على تي حيث تي لها الزمن الدوري وهو الزمن المأخوذ لاحداث دورة كاملة او اهتزازة كاملة من هذه العلاقة نجد ان اوميجا تربيع والتي تساوي جي على ال ستساوي ايضا اربعة باي تربيع على تي ومنها نحصل على تي تربيع والزمن الدوري يساوي اربعة باي سكوير على جي في ال ال هذه المعادلة الاساسية لهذه التجربة عند اخذ معان عند اخذ العلاقة ما بين تي وما بين ال ال نحصل على علاقة خط مستقيم هذا الخط المستقيم له ميل يساوي اربعة باي تربيع على جي وبالتالي الجي اللي احنا عايزين نحسبها او سابن التسارع الجاذبية يساوي اربعة باي تربيع على سلوب ويقاس بواحدة المتر على الثانية تربيع البروسيدور او الميسودز نحسب الراديس بتاع الكرة باستخدام الفيرنير كاليبر وهو يساوي اتنين وستة من عشرة سنتي او ستة وعشرين ميلي اتنين وستة من عشرة يبقى اذا الراديس لو يساوي الديامتر اللي احنا حسبناه على اتنين نسجل هذه النتيجة في الجدول وبأيذن الديامتر يساوي اتنين وستة من عشرة سنتي يعني في عشرة وستسالب اتنين بالمتر ويساوي واحد وثلاثة من عشرة في عشرة وستسالب اتنين بالمتر نحاول ان نحسب او نختار طول البندول حيسيكون عشرين سنتي او اتنين من مية من المتر اتنين من عشرة من المتر نختار الطول حيسيكون طول البندول الاجمالي يساوي عشرين سنتي اي ان طول الخير الذي يبدأ من قمة الكرة حتى نقطة التعليق يساوي سبعتاشر 18 وسبعة من عشرة سنتي 18 وسبعة من عشرة سنتي يبقى اذا كل التعليق او طول التعليق نفسه او طول البندول نفسه يساوي عشرين سنتي متر عشرين سنتي متر نحدث ازاحة ونحسب زمن عشر زفزبات ثم نحسب زمن الدورة الوحدة نحدث الازاحة بحيس تكون الزاوية صغيرة وتكون الحركة التفقية في بلين واحد صف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى اذا زمن عشر زفزبات يساوي تمانية خمسة وتمانين من مية يبقى اذا الزمن الدوري او زمن الزبزبة الوحدة الذي يساوي تي عشرة على عشرة ويساوي تمانية وتمانين تمنمية خمسة وتمانين من ألف نزيد طول البندول بحيس يكون الطول خمسة وعشرين سنتي كالتالي يبقى اذا من نقطة التعليق الى قمة الكرة او اعلى التوب الكرة يساوي تلاتة وعشرين سنتي وسبعة من عشرة نحدث اذاحة تقريبا تكون الزاوية كما كانت في المرة الاولى نحسب زمن عشر زفزبات نلاحظ ان الزمن عندما كان طول البندول خمسة وعشرين سنتي نلاحظ ان الزمن زمن عشر زفزبات تسعة واربعة وتسعين من مية سنيا سنيا يبقى اذا الزمن الدوري يساوي تسعمية واربعة وتسعين من الف نزيد طول البندول بحيس يكون الطول تلاتين سنتي اي ان طول الخيط نفسه يكون تمانية وعشرين سنتي وسبعة من عشرة نحدث الازاحة فورماتيك والبريم صفر واحد اتنين تلاتة بعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة نلاحظ زيادة الزمن عن المرة السابقة عندما كان طول الخيط تلاتين سنتي او تلاتة من عشرة فان الزمن او زمن عشر زفزباتي ساوي عشرة وتمانية وتمانين من مية يبقى اذا الزمن الدوري يساوي تقريبا مية وتسعة من الف نزيد الطول حيث يكون الطول الاجمالي للجندول يساوي خمسة وتلاتين سنتي يبقى اذا طول التعليق طول الخيط يساوي تلاتة وتلاتين سنتي تلاتة وتلاتين سنتي وسبعة من عشرة لان نصف القطر نصف قطر الكرة يساوي واحد وتلاتة من عشرة سنتي يبقى اذا التعليق او طول الخيط يساوي خمسة وتلاتين سنتي او خمسة وتلاتين من مية نحدث اذاحة نحسب زمن عشرة زبزبات صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة زمن عشرة زبزبات عندما كان طول الخيط خمسة وتلاتين من مية متر يساوي احداشر وواحد وتمانين من مية ثانية وبإذا الزمن الدولي يساوي مية وتمنتاشر من الف نكرر هذه الخطوة خطوة خمسة عند اربعين سنتي وبإذا نكرر هذه الخطوات فيما لقل عن خمس مرات اي طول الخيط يساوي تمانية وتلاتين وسبعة من عشرة نحسب زمن عشرة زبزبات او عشرة احتزازات تلات صف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة زمن عشرة زبزبات عندما كان طول الخيط 40 سنتي اربعة من عشرة من المتر يساوي اتناصر واحد وسبعين وبإذا الزمن الدوري يساوي مية سبعة وعشرين من ألف بعد استكمال الحسابات وحساب مربع الزمن الدوري نأخذ علاقة بيانية ما بين مربع الزمن الدوري وقيم طول البندول وباستخدام ورقة الرسم البياني نرسم التي تربية على محور واي والل طول الخيط على محور اكس وبعد استخدام مقياس رسم مناسب للداتا او للرقام اللي احنا حصلنا عليها نرسم النقاط عندما كان طول الخيط 20 سنتي اللي هو عشرين في عشرة وستسالب اتنين كان الزمن الدوري يساوي تسعة وسبعين يعني تقريبا تمانية من عشرة يبقى اذا عشرين وتمانية من عشرة عندما كان طول الخيط 25 كان مربع الزمن الدوري تقريبا واحد تسعة وتسعين من مية تقريبا تساوي الواحد عند خمسة وعشرين وعندما كان الزمن الدوري واحد واثنين كان طول الخيط يساوي تلاتين وعندما كان طول الخيط 35 خمسة وتلاتين كان الزمن الدوري يساوي واحد واربعة هزا النقطة وعندما كان مربع الزمن الدوري واحد وستة كان طول الخيط 40 سنط نوصل النقاط مع نقطة الاصل نقطة الصف والصف نحصل على خط مستقيم هذا الخط المستقيم له ميل نحسب ميل الخط المستقيم اللي هو سلوب يساوي فرق y على فرق x يساوي ولا أخذ مثلا النقطة نقطتين على الخط المستقيم النقطة خمسين والنقطة عشرة يبقى إذن فرق y ل مقابل خمسين نحدث إسقاط أو نعمل إسقاط من النقطة على محور y مقابل 2 ونحدث من نفس النقطة على محور x مقابل خمسين جار ومقابل ثانية مقابل 10 بالنسبة للـ x ومقابل من 10 بالنسبة لل-y ازا فرق الصدات وفرق واي يساوي واحد وستة من عشرة على خمسين نقص عشرة اربعين ولكن اربعين مضروبة في عشرة استسالة باتنين يعني في عشرة استسالة باتنين استخدامنا اللي حسب نحسب الميل واحد وستة من عشرة على اربعين يساوي يبقى ازا تساوي اربعة عشان اضربها في عشرة استسالة باتنين يبقى ازا الميل يساوي اربعة وحيث ان الجي تساوي اربعة باي تربية على الميل يبقى ازا اربعة باي تربية على الميل اللي هو يساوي اربعة باي ازا يساوي تسعة بوينت تمانية ستة متر على السانية تربية وهذه هي قيمة جي التي حصلنا عليها وهي تقارب القيمة المعروفة تسعة فاصل تمانية شكرا